السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم كل المتابعين على قناة مساء الأخبار في بداية هذا الفيديو لا تنسى ذكر الله والاستخفار وكتابة حزبي الله نعم الوكيل في الكيان وأعوانه من العادة ان احنا بنتكلم عن الأنباء والأخبار في الفترة اللي فاتت لكن احنا في قناة تانية تابع لينا اسمها تحت الضوء هسيبها لكم تحت في أول تعليق مثبت دي مختصة بكل الأخبار وخلينا هذه القناة للتوقعات الطيب التوقعات اللي معانا النهاردة هي عن العراف الشهير الأمريكي اسمه إدجار كايس واللي مش عارف هذا الرجل هو توقع بخمسة وعشرين ألف نبوءة حتى هذا العام وتحقق منها حوالي تلاتة وعشرين ألف توقع موجودة كل التوقعات بتاعته على الإنترنت وليه موقع أو ويب سايت بتاعه خاص اللي حابب يدخل عليه لو كتبت في جوجل أو في أي منصة للسرش أو البحث كتبت إدجار كايس العراف النائم وهقول لحضراتكم إيه هي قصة العراف النائم وهقول للناس علشان مش بس توقعات للدول اللي قالها لا ده فيه كلام مسير جدا لهذا العراف ولكن قبل ما نبدأ دوس لايك للفيديو واشترك في القناة فعل جرس التنبيهات علشان يوصلك من قناة مساء الأخبار كل الجديد ورمضان كريم على الجميع بإذن رب العالمين وبواجه التحية لكل المتابعين الكرام قال الكوارث العديدة ستدمر أوروبا وقال بواجه الخصوص بيتكلم هنا عن إيطاليا بيقول إن إيطاليا واحدة من الدول البداية من الشهر القادم اللي هو شهر مارس بيقول هيكون فيها حدث كبير جدا وهو حدث طبيعي وواحدة من الدول اللي هيحصل فيها كده سألوا الموزيع وبيقول له يعني إيه هي كمان غير إيطاليا قال له إيطاليا فرنسا أسبانيا وبكلامه عن أسبانيا بيقول في واجه الخصوص أسبانيا شهر ستة وسبعة دولة مش أفضل الشهور بالنسبة لأسبانيا وأيضا بيقول فيه كوارث طبيعية ستؤدي إلى غرق جزء كبير من اليابان تحت الماء أما بريطانيا هيغرق نصها فيتكلم كده عن بريطانيا ولكن يعني بريطانيا من الدول اللي بتتكلم في ضد الشعب العربي نحن لا نتمنى إلا الخير للجميع لكن بريطانيا بتتحد مع أمريكا في كل القرارات بتاعتها وبنقول لهم حسب يا الله نعمى الوكيل في الكان وأعوانه وبحسب نبوءات إدجار كايس فإن روسيا هي الوحيدة التي ستنجو وهيكون لروسيا بداية من شهر مارس انتصار عظيم وانتصار كبير وبيقول كمان مجريات الأمور في الحرب الروسية الأوكرانية هتنتهي في بداية مارس أو في بداية شهر رمضان هتقول لي الراجل ده يعرف شهر رمضان بيعرف شهر رمضان وقال إن ده من الشهور اللي كلها أحداث كونية مهمة وقال كايس فيما يتعلق بروسيا أن روسيا ستصبح الكوى العظمى في العالم وعملة الدولة الروسية هي اللي هتغلب الدولار روسيا تترقص الحضارة الجديدة ومركز الحضارة الجديدة سيكون سايبريا الغربي تحدث أيضا عن أوكرانيا بيكلم بيقول إن أوكرانيا هتستسلم في الفترة القادمة وهتكون أوكرانيا يعني هي واحدة من أضعف الدول وهترجع مرة تانية أوكرانيا هتتضم لروسيا تحدث كايس عن إحياء الاتحاد وبيقول هنا أختلف مع الخبراء فيما قصدوا كايس هو إحياء الاتحاد السوفيتي أو اتحاد جديد للدول التي ستنجو بعدد من الكوارث الطبيعية ولكن بحسب كايس فإن روسيا هي التي تترقص هذا الاتحاد هو عرف أمريكي بيدعي امتلاك موهبة الإجابة عن الشفاء طبعا أنا بقول لحضراتكم هذه الأشياء ولا يعلم من غيب إلا الله عشان الناس بس هتلاقي التعريف بتاعه موجود في وكيبيديا وكل المواجه أو أحداث الحروب قبل وقوعها أو حتى بيتنبأ وبيتوقع والعياذ بالله بنهاية العالم كما أنه تنبأ بالقرة الضائعة أطلنتس خلال فقدانه للوعي كان أدجر يعطي إجابات وتنبؤات خلال مروره بما يشبه بالغيبوبة وهو نايم كان بيتوقع كان عنده غيبوبة الحتة دي برضو مهمة علشان الناس ستبع عارفة مين هو العراف النايم وليه لقبوب كده تنبأ بالقرة ضائعة أطلنتس خلال فقدانه للوعي وكان أدجر يعطي إجابات وتنبؤات خلال مروره بما يشبه الغيبوبة طيب ده فيما يخص الدول الأوروبية أيضا اتكلم بيقول أن في واحدة من الولايات الأمريكية هيكون فيها خلال 2024 ما حددش هنا رمضان أو غير رمضان بيقول خلال 2024 أن فيه نوع من أنواع الكوارث مش بس الطبعية كوارث بتظهر في السماء وإعصار وحدث كبير جدا على أحد المدن الساحلية أو الولايات الساحلية في أمريكا بيقول هذا الحدث مش مهم يحصل بس في 2024 لكن بيقول بداية مؤشراته في 2024 هيبدأ يظهر بصورة كبيرة جدا وكمان قال عن الكيان السهيوني بيقول أن جزء كبير جدا من الكيان السهيوني هيهرب جزء كبير جدا من الكيان السهيوني هيهرب ويروح لأحد الولايات المتحدة الأمريكية وبيقول أن الرئيس القادم في الولايات المتحدة الأمريكية هيكون مش رادي عن هذا الموضوع مش رادي عن تواجد اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية أو دي هتبقى ضد سياسة الرئيس القادم للولايات المتحدة وده يخليني أقول لحضراتكم من خلال هذه التوقعات أنه هو بيقول يعني من الآخر مش هيبقى فيه يعني زي ما تقوله بايدن مش هيبقى موجود يعني بمعنى أصح وأيضا هذا العراف بيقول عن بعض الدول العربية ما تكلمش عن كل الدول العربية ولكن هو غامض في أغرب توقعاته وتوقعات حصلت بالفعل المتنبئ النائم يعني بيقول أن خلال هذا العام في واحدة من الدول العربية بيقول واحدة من شمال أفريقيا هيكون فيها حدث كبير جدا وبيقول أن اليونان بتأثر بشكل كبير جدا على أحد الدول برضو عشان تعرفه هو اسم لامع ربما هو الأشهر في تاريخ نظرا لتحقق الكثير من التنبؤات الخطيرة له وبيقول كمان أنه هو تولد في 1877 تربى في أسرة من المزارعين يعني دي قصته مش هتفيد ناوي لكن التوقعات بتاعته تحققت وزي ما بقول لكم اللي همنا في الدول العربية هل يقصد ايه معرفش يقصد ايه بدولة في شمال أفريقيا وبيقول أن هذه الدولة هيحصل فيها حدث جلل وحدث كبير جدا فيما يبدو أن العراف كان يعتمد على متابعة حية لكل ما يجري في الكوكب على الكشف عن التوقعات الصحيحة بيقول قد تبحر في العالم الأعماق وسوق الأوراق المالية أيضا بما يتضح أنه ساعده كثير في الكشف عن واحدة من أول وأشهر تنبؤاته في كرن العشرين حيث كان واثقا كرب حدود أزمة كبرى في سوق الأموال بالولايات المتحدة محذرا المستثمرين من هذا الأمر الكاريسة الذي حدث بالفعل في سنة 1929 وأعرف وقتها بالانهيار في البورصة أو الكساد الكبير طبعا الناس كتير هتقول لي طب هو كان عارف بوتين كان عارف مش عارف هو كاتب عامل كتاب وكاتب فيه كل هذه الأشياء وكتاب موجوده متداول على الإنترنت كذلك يعد التنبؤ بالعصور على الكرة الأسطورية أطلانتس الغارقة إحدى أشهر تنبؤات إتجار جايس إذا كان لا أحد يصدقه عندما ذكر ذلك في الأربعين ما حدش كم سادة اللي هو بيقوله إلى أن الدهشة تملكت الجميع مع ظهور بقايا مدن وأبنية غامضة في سنة 1968 بإحدى جزر البهاما أي في نفس المكان والزمان الذي حدد كايس منذ أكثر من عشرين سنة لظهور الكرة الغارقة وأيضا تنبأ ببعض الحروب زي الحرب العالمية التانية لم يكتفي إتجار بالإشارة إلى إحداث مستقبلات تتعلق بالعالم طبعا برضو علشان الناس تبع عارفة سؤل إن هي هيبقى يعني هو قال في حربين هتبقى في عام 2014 وبالفعل دلوقتي في حربين هي حرب الكيان الغاشم وإخواتنا في فلسطين والحرب الروسية الأوكرانية وهو تكلم عندي أما الحرب التانية بيقول انتصار الكوى الأضعف انتصار الكوى الأضعف وهيكون مفاجأة كبيرة جدا في ألفين ستة وعشرين طبعا يعني المستقبل والتنبؤات لا يعلمها إلا رب العالمين إحنا بنقول هذه الأشياء علشان تحصل أو ما تحصلش ده في إيد رب العالمين بوجه التحية لكل المتابعين الكرام كل إخواتي وأحبابي من كل حتة في العالم ما تنسوش لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعل جرس تنبيهات ورمضان كريم عليكم وكتبوا حزبي الله ونعمى الوكيل في الكيان وأعوانوا ليه بعض التوقعات يعني كبيرة جدا وكتيرة جدا اللي حابب يدخل ويشوفها عن التركيب الداخلي للأرض وتوقعات برضو مليئة بالإصارة والغموض والغلاف الجوي أيضا ومناخ الأرض وكوكب الأرض والتغيرات المناخية وتدريس كوكب الأرض كل ده موجود تقدروا تشوفوه موجود على كل المواقع بشكركم جدا بشكر كل أحبائي من كل حتة في العالم كل إخواتي وكل الناس اللي بيتابعونا ويشوفونا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته